دولة الميليشيات للقانون هكذا يرى الكثيرون النظام السياسي المتأزم الذي حكم العراق عقب احتلاله عام 2003 لم يظهر الامر بهذه الفداحة سوى الان بعد شرعنة الميليشيات بهيئة لها تصف على انها نسخة من الحرس الثوري الايراني لا يأمن العراقيون على دمائهم واموالهم من سلطة فوق السلطة ومن دولة ظل عميقة ضاربة الجذور في مؤسسات الدولة فتختطف من تشاء وتقتل من تشاء امام حراك مشلول للقوات الرسمية ان لم تكن متواطئة اصلا اكفت الحكومات المتعاقبة على وعد يلامس مشاعر العراقيين وهاجسهم الامني فكل الحكومات توعدت بحصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة القانون لكن ايا من هذه الوعود لم ينفذ على الارض اذ اقتصر الامر على تصريحات صحفية او قرارات تأخذ صداها في الاعلام فقط او ربما عملية اعتقال تنتهي بانتصار الميليشيات واثبات نفوذها كما جرى في الدورة الشهر الماضي وكالة بلومبرغ اكدت ان الشارع العراقي يبدو فاقدا للثقة بوعود الكاظمي بشأن تقديم القتلة والمجرمين الى العدالة بعد حادثة الافراج عن مسلحي الدورة على خلفية ضغوطات سياسية وامنية مورست على الحكومة الحالية السياسية منها اعتراض الكتل التي نصبت الكاظمي على العملية اما الامنية فقد شاهد العالم اجمع الميليشيات وهي تتجول في بغداد وتدخل منطقة الخضراء شديدة تحصين عشرات الصحفيين والناشطين اغتيلوا بعمليات منظمة على خلفية مواقفهم من دولة الظل هذا فضلا عن تغييب الالاف في مناطق مغلقة تحت سيطرة الميليشيات كجرف الصخر في محافظة بابل الوجه الحقيقي بدى جليا في ثورة تشرين عندما قتلت الميليشيات المئات من المتظاهرين بعمليات القنص الشهيرة ثم الهجمات المنسقة على ساحات الاعتصام وليس انتهاء بالاغتيال الشخصي الذي اضحى ظاهرة تجتاح العراق وتبث الرعب في كل مكان بعد ان امتلك الموالون لايران السلاح وكراسي الساسة